الرئيس عفتاح السيس النهاردة كان عامل اجتماع الاجتماع غص بشبكة القومية للطرق ولكن يلفت نظر حضرتك في هذا الاجتماع ستة كبري ستة اكتوبر البلد عملت كل حاجة تاني كل حاجة في كل حلت أزمات المرور في كل مكان معادة كبري ستة اكتوبر الحاجة الوحيدة لهذا كبري ما كانش ليه اي حل الكبري ده حليت كل مكان معادة هذه المنطقة كبري ستة اكتوبر الرئيس النهاردة اتكلم على ستة اكتوبر على الكبري انه رفع الكفاءة والتوسعة كبري ستة اكتوبر ما عرفش يعملوها ازاي بس مؤكد عندهم حل عندهم اكيد حل لكبري ستة اكتوبر الرئيس التكلم النهاردة اكيد فيه خطة عملت اتشاف يتعمل حل ازاي لانه كبري من السبعينات لحد النهاردة هو بدأت توسع بعض الحاجات ما عملتش حالة ما عملتش حاجة لانه ما زال الكبري الحاجة الوحيدة الاختناق المروري على كبري ستة اكتوبر فهذا التحرك النهاردة ربما سيؤدي الى حل زي حلول كتير كنا ايه بنقول مستحيل تتعمل وتعملت مصر الجديدة واملية نصر كنا بنقول مستحيل يتعمل حل المرور فيها اتعملت على المناطق دي وبقت ما فيش عندك ازمة مرورية في لاملية نصر ومصر الجديدة تحديدا اللي كانوا ازدحام ليل ونهار ستة اكتوبر وجد الرئيس الحل لانه كلام الرئيس النهاردة في هذا الاجتماع معناه انه يعني مش ممكن هيكون فيه توجيه إلا وعدهم حل لهذا الموضوع اذا حلنا ستة اكتوبر يا خبرة بياض حلنا ازمة مصر المرورية والكبري ده بيخليك تزهق ان انت تنزل وسط البلد تزهق بمعنى الكلمة ده انت حتى منطقة الفردوس محور الفردوس اللي هو ناحية من صلاح سالم من من صلاح سالم عند ناحية الازهر كده بعد الازهر وفي المقابر انتو عارفين عملوا محور هناك محور في هذه المنطقة بينقلك نقلة تانية اللي هو محور الفردوس وبيتم تجربة هذا المحور حاليا المنطقة دي كانت عنده كبر الفردوس دايما تبقى الحتة دي اختناق مروري تدخل يمين زحمة تمشي على طول تكمل زحمة فتلاقلها حل زي حاجات كتير جدا تلاقلها حلول 6 اكتوبر هتلاقلوا حل اكيد لحل اكيد لحل هتوسع ازاي ما عرفش بس اكيد عندهم بديل او عندهم فكرة لتوسع دا لو اتعامل دا حكاية تانية 6 اكتوبر محور 6 اكتوبر فكان توجيه الرئيس النهاردة اللي هو رفع الكفاءة وتوسعة الكبري وربما بكرة هيكون في اجتماعات ايضا على التوازي بعد اجتماع النهاردة لأيضا لانه هيتم التوسعة الكبري وايضا هيتم التوسعة ازاي الطرق ازاي السطحية اللي هتتم التعامل معاه في هذه المنطقة طبعا شارع لطف السيد وامتدر وامتدرس بعد كده هتوسع ازاي بتيجي النهاردة مصر جديد يا جماعة يا جماعة بتيجي من ركسي توصل رمسيس في ثلاث دقايق من ركسي رمسيس ثلاث دقايق فيه طريق وانا حكيت لحضراتكم عليه من ركسي بتدخل عند جسر السويس وبعدين تكمل ورا وزارة الدفاع كده تكمل على طول تلاقي ناسكين في رمسيس وخد من رمسيس لو انت من الحتة دي بعد غمرة عندما حطت غمرة بالزبط تدخل لازم تدخل شارع رمسيس خلاص وقعد بقى في الحتة دي لحد من ربنا يفرجها عليك يعني بتضيع كل ده اللي خدته في ثلاث دقايق من ركسي لحد رمسيس في ثلاث دقايق اصبت ساعتك لنه ما عندكش اشارات ده هو طريق طوالي خد بقى شوف رمسيس هتوفي قد ايه وطبعا لو عايز ساعد ناحية تانية تطلع على كبر اكتوبر كبر واقف هتروح فين هتفضل في مكانك لحد مربنا يكرمك وادخل بقى الاسبكية وعدي اسم الاسبكية وروح ناحية الاهرام عندنا وشوف المنطقة دي كده كده شارع الجلاء بالمناسبة شارع الجلاء محتاج اللي هو اعتقد هيكون ضمن الخطة اللي هي قطة تطوير هذه المنطقة شارع الجلاء بقى من اسوأ الشوارع اللي موجودة في القاهرة متكسر ما تقولش علي ده شارع الجلاء ما تقولش المكان ده في قلب القاهرة ما تقولش المكان ده مكان حاوي جدا من رمسيس من بداية رمسيس لحد ما توصل مدان التحرير يعني الشارع عندنا في شطورة انضف منه والله باتكلم جد طبعا انا باتكلم بجد والله بقول لكم جد طب الله الشارع عندنا في شطورة احسن من شارع الجلاء واوسع من شارع الجلاء انتم متخيلين بكلمكم عليه بكلمك على قلب القاهرة فاتمنى ده يكون كمان ضمن خطة التطوير اللي هو المحور الكامل 6 اكتوبر وكل اللي تحت 6 اكتوبر من اول ما يبدأ لحد ما يخلص كل ده يتعمل في هذه الشبكة السيد الرئيس النهاردة ادى هذا التكليف تعالوا نتابع اجتماع الرئيس سوما عود طيب طيب خلينا قبل العلمان ما يجهز كمان لانه سفير بسام راضي اتكلم على اجتماع اللي عمل الرئيس النهاردة ومتابعة موقف الانشاء والهندسة العدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مساء الجمهورية منها في مقدمة العاصمة الإدارية والمنشآت ومركز مصر الثقافي الإسلامي والتصممات الهندسية للجدريات والقاعات ومسجد مصر والتصممات الداخلية وايضا المتحف القوم للرياضة والمشروعات طيب نتابع نشاط الرئيسة واجتماع السيد الرئيس الخاص بها المشروعات القومية لتخطيط العمراني ولواء أركان حرب إهب الفر رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من قيادات الهيئة الهندسية والشركات الخاصة المعنية بالمشروعات القومية خرفة ليعكس التاريخ المصري الإسلامي العريق وامتداده على مدار العصور كما تم عرض الموقف التنفيذي للمتحف القومي للرياضة ومقر اللجنة الأولمبية المصرية وبقي مقراتي للتحادات الرياضية المختلفة في العاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى التصميمات الخاصة بالمداخل الرئيسية للعاصمة وكذا التصميمات الهندسية الداخلية لمباني مجلسي النواب والشيوخ والموقف التنفيذي للمحطة المركزية للحافلات كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الانشائية القومية خاصة مشروعات الطرق والمحاور بما فيها محاور نهر النيل في سمنود ومنفلوت والأقصر والتي تأتي ضمن مشروع إنشاء شبكة محاور رئيسية متكاملة على النيل للربط بين ضفتيه على مستوى الجمهورية لتسهيل واستعاب الحركة المرورية اليومية الكثيفة وتسهيل حركة التجارة كما تم استرد مخطط رفع كفاءة وتوسعة كبري السادس من أكتوبر حيث وجه السيد الرئيس بسرعة البدء في التنفيذ ومراعات أكبر قدر ممكن من التوسعة في الكبري الذي يعد محورا رئيسيا لربط شرق القاهرة بغربها فضلا عن تطوير وتوسعة كافة الطرق السطحية أسفله يتكمل ذلك المخطط مع جهود الدولة في تطوير شبكة الطرق